مرحبا بكم في موعد جديد من سبويميكس نجم التابعونا وين ما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريقنسة متاعنا وتابعونا ايضا من خلال قناتنا على يوتيوب صانغان تشاهدونا بالصوت فوق الصورة في اللايف ستريميك يتلقاوها بداي تودو سويت على قناتنا في يوتيوب صانغان تونس الكبرا كيف كيف الفريقنسة متاعنا سانسيس.نوف ساعة ونص كلها كورا كلها سبوير نعودوا على اخر مستجدات في كرة القدم في تونس مع ضيوفنا اليوم يحضر معنا كاميل بن خليل مرحبا اهلا وسهلا اسلام مرحبا بيك ومرحبا بالضيوف اليوم تشكيلة هجومية بامتياز المهاجي مرقم واحد المشيخ مرقم واحد مرقم واحد مرحبا مرحبا بيك اسلام مرحبا بيك اسلام مرحبا بالوخيين وستمعين راديو ميسك شنو الأمور الحمد لله الحمد لله ايضا احمد الصالح ياهلا وسهلا اهلا وسهلا اسلام اكتشوف معنطها حطيت مقابلني مروين والمئتر ان شاء الله توفى المركز مشيه الممو الظاهر ايضا مرحبا بيك مرحبا بالوخيين وان شاء الله حسا ممتع ان شاء الله بيه بل ما يبدو المواضيع متاعنا نحب ناخو من عندكم كلمة كلمة خاصة لما كنوش حارين البارح المقابلة بتاع المنتخب التونسي مسيش يهمني رايكم خلناخو من عندك كلمة طالق باختصار عالماتش والله باختصار عاش شو كلك كلك ملخص هي الوضع متاع الكورة في تونس الوضع متاع الكورة في تونس كتشوف معناتها المنتخب وديجا قلتها كبل ونعاودها رأوا المنتخب هو الوجه متاع البطولة متاعنا ومتاع الاحداث اللي تسير في البطولة كتشوف معناتها من غير جامعة من غير مسؤولين من غير اطار فني تخبط معناتها برشة مشاكل سيتوتها فيه نورمال مش ينعكس على المنتخب جوارات متحبش تجي حكام مضربين دونك هذا الكل على المنتخب ونبهنا من قبل زوز متشوات اللي شوفنا شوفنا الاداء الكاري فيه معناتها خاطر رأوا إذا تلعب رأوا أكيد النتيجة باش تتبع لكن إذا انت يزوز متشوات ولا ثلاثة طوى على أربعة متشوات معناتها عملنا أداء لحقيقة ما هوش معناتها أنا حسب رأي كاري فيه أسوأ ما نقولش أسوأ نسخة لكن أنا أفهماش أفكار ما ما ريتش حاجات معناتها آآ لا مستقبلية ولا المدال قريب دونك كذك علاش أنا نقول آآ الأحسن إنا الراجع الروحنا واحنا ماشيون للكنا في،راجع الروحنا واحنا مازالت عنا فرصة للا للا باش نلعب نهائيات كأس العالم دونك لازمنا برشة 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 خدمة أح Terre أنا باش نقول كلام أنты في جانب كبير مش مش يعجبك ما وصل إلى الخلف الفكاري علي خليني نسترسل عادو نعملك تحليل هيك شوية نعم اقرف على النار الحالة التي وصل إليها المنتخب الوطني هي نتيجة لتراكمات عديدة منذ تقريب عامين أو ثلاثة سنين وأنا مش نعطيك معنتها بالديتاي أول حاجة عودة وزير الشباب والرياضة إلى منصبه كان الهدف الأول متاعه هو تحييد وإقصاء وديع الجريه مهما كانت سبل نجح الوزير في تصفيت الحسابات مع السيد وديع الجريه نجح في تصفيت الحسابات مع وديع الجريه وحيده من المشهد لكن لم يكن لديه برنامج ما بعد وديع الجريه أنت لما تستهدف وديع الجريه وتتخرجه من المشهد كان على الأقل يكون عندك برنامج لما بعد مرحلة وديع الجريه اللي صار شنوه اللي صار الوزير جفف كل اللي نبيع ومسادر تمويل الجامعة التوسية لكورة القدم منحة البروموسبور تهديد للمستشهرين ان ما يمولوش الجامعة يعني الاستهداف كان في شخص وديع الجري لكن اخذينا الفيديراسيون اونوتاج اخذينا الجامعة رهينة انتي وقت عامين ثلاثة سنين يعني تجفف كل منابع التمويل بتاع الجامعة تكون النتيجة هو افلس ما نلقاش من ينخلصوا الحكام وكذلك المنتخب الوطني يكون يقعد عايش لكن عامين وثلاثة سنين بنفس السطوندينج اللي خلاه فيه وديع الجري ما يسايد نرو ماربش تترك معلك الديون انتي تقعد عايش بنفس المستوى وماكش تدخل في فلوس به اتنحى وديع الجري وسوجينا وديع الجري ايه انتي كان عندك على اقل عام على الانتخابات متاع الجامعة تونسي لكورت القدم كنت كوزير تدفع نحو تغيير بعض القوانين لاتاحة الفرصة لبعض الكفاءات او الناس اللي خارج المنظومة باش تتخدم الانتخابات الجامعة تونسي لكورت القدم هذا ما صارش زيد زيادة على ذلك عملنا المستحيل باش ما نخليوش ناس من المنظومة واصف جليل وكذا وكذا باش يترأسوا الجامعة قعدنا في العبث والفراغ جبنا سي كامير يدير انترو تون جبنا السيد فوزي البنزرتي اللي هو مدرب كفء ولا يختلفوا اثنان في كفاءته في تاريخه وفي انجازاته لكن جبناه باش مات اه السيد فوزي البنزرتي اللي نحاوه ديع الجريه وتعسفها ليه وما خلاشه يكمل مع انت مسيرته مع المنتخب ايجا نحطه مدرب في المرة الاولى كان عايط له على اساس بالشد الفيديراسيون بعد لا تم الاختيار عليه بشي مش يشد المنتخب يا ناجزوينى نفس الشإيرة اللي انو هو عندو خلافات دونك حطوه في لجنة التحيينيات منتلكه ككاين كمتحكوا الزوزوا مهمش اكفار لجوينى لا 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 مش يشعقوش مع نصبهم معنى حتوهم غادي لانهم مختلفين مع الشخص الفيدير تخدم الزوزوا سنين مظلومين ومبعدين هي مش بالضرورة يكون مظلوم أوكي نمشي معاك مظلوم لكن انتي هذه فما مصلحت متاع منتخبه فما مصلحت معنتها متاع كما نقول실�و القرط القدم التونسية نقوله الكورت القدم التونسية سواء كانت حكام وإلا مثلا فريق قومي رو مش بالضرورة نحطه أنا معاه رو في المنتخص الوطني التونسي كان بيانه نكادري رو النجم وإحنا يكون عنا خلافة مع أشخاص رو نختلفوا معهم في عديد الأشياء أما لازمنا نحترموا الناس ونعطيهم حق معنات حقهم على أقل الكنسان يكون سيئ قولوا رو في الكوتية ذكبه احنا خلافنا مع وديع الجري نجم وديع الجري قام بيخطاء عديدة لكنه على مستوى المنتخب الوطني وقلت عديد المرات رو عمل اللي كيب ناسيونال كان محترم ومهيب وبقدره زياد على ذلك شكون كان زادة في الكيب ناسيونال كان حسين جنيح تختلف مع حسين وتقول ليتوال ومندرشنية ومنظومة وكذا وخدم ليتوال واخدى الشامبيونات اي انا جاية طيب كان زادة محمد سليم بن عثمان اللي هو كان اكا اكا ممتصص صدمات والانسان يقرب وجهات النظر بين اللي بي ناسيونو واللو المحيط بتاع المنتخب فما ناس كانت تخب خاطر سليم بن عثمانة وجيه لي كيب ناسيونال وليجيه لي كيب ناسيونال هذو ما لي بي ناسيونو اراهم في فهم فيهم فئات فما لي تحملت مرميد فما لي يصبر معاك وفما لي ايش تحب تقول احمد اي كيف نقول اراه النتيجة اللي وصلنا له تاوة اراه ما ايش معنة وليدة الصدفة ولا راهي نتيجة السلسلة من الاخطاء والترك ومات وصلتنا للحالة ذي الحالة ذي تعالي كيب ناسيونال هذي حبيتنا نقول يعني دوم انتفجأوش احنا بلاتويت نحكيه في كل شي وكارو هذك جاو هارو كان واحنا زاد اعلاميين فئة كبيرة من الاعلاميين المنتمين اللي النوادي وللالالوان وكل واحد يشوف جوار عملها دريبل اه ذاك لازم في اللي كيب ناسيونال لا اذاك اندرشنين حلوا اللي كيب ناسيونال انتلاقا من علاقتنا بالمنظومة انتلاقا من عايد لقيتنا بالالتير الفني انتلاقا من انتمائنا لبعض النوادي انتلاقا من صحبتنا لبعض وكلاء اللاعبين ولا واحد يهموا المسلحة العامة للأسف الشديد في ثقافة وسلوف وسلوك عدد كبير من التوانسة المسلحة العامة اخر حاجة كانت عمنا حتى نشوف وحنا كنحب نطيحوا وزير ونطيحوا وايه نستهدفوا ديركت من الدولة والمسلحة العامة ما يعنيش معنيش الله غالب في ثقافتنا في اكبير من التوانسة هذا كهو بايا عليش قلت موشي يعجبني ما فهمتش اشنو قلت للكلامي موش بشاعة لانه دائما انتي اسلام في نظرك ديم وديع الجارية ديكتاتور ويجب يمشي على روحه وهو اسبب خراب الكرة الكرة كل القدمة التونسية انا لا ادفع من زاوية اخرى انا لا ادفع على وديع الجارية راه وديع الجارية اذا النصر مليانه انا متوا على رأس الجامعة قام بعمل الانساني فيه السيء وفيه البيه احنا ترحناه شوية الموضوع احكينا فيه من اصماتنا وليه الموضوع ذايا البيرح ما تشوفش اللي هو خلنا نوصله الوضع ذايا بعد النسل كله وقعد هو الحاكم بأمره في المنتخب ما عادش فهم حتى نيزي نجمه يعملوا الدورة اللي كان يعمل فيه مويفه كان في بعض الكلام اللي قلتو لكن هو سبب زد سبب فيه شخي يقولت الانسان يكون ديكتاتور عادل وقت الانتي ديكتاتور عادل نقطة 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 قالها اسلام عمل الفراغ من حوله وقلت كيفية ترفسر لي بالدكتاتور عادل متاعه لا كيفاش عمل الفراغ اللي يتكلم يوبعدو اللي يتكلم يقصير وصف جلال كان معاه ما كانوش فعالين دقيق ما كانوش فعالين كانوا معاه ويشوفوا فيه طريقة التسير يشوفوا فيه الاساليب متاع التسير يشوفوا فيه ومع ذلك فشلوا بعده ثم الكاريزما ثم شخصية الانسان واتخاذ القرارات وفقد الشي لا يعطيه تحب ولا تكره أنا جو كنفير مي جو بارتاج اللي يقول فيه أحمد الصالح على خاطر كي ما قال لك استهدفنا الشخص فضرنا المصلحة العام بي واضح كعملت أحمد السيبود أكيا أعمل تليقى أعملت حجور بس الفير قلتك عليهش ما يعجبنيش تفضل خويك انا حتى لك ما يعجبنيش خليك تاريك تكمل ما عنديش مشكل اي انت يزع في موقعك اي انت يزع في موقعك احنا اراه ديما انا النس في سلوك نحنا التوانسة ديما نحبه شكونك اللي يشدنا بالقوة معنا يكون ديكتاتوري معنا بيش تمشي لأمور سينوه ما تمشيش احنا وان لا مايش متفق معك فيها لا 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 مايجي مايجيش هذا هو ثقافتنا والسلوك للنسف معنا نحن نحب العصار لا ما احنا لا يا اسلام عايش خوة احنا اراه شوف سيد دارة حجم خليني في راسة قعدت مئة سنوات اي احنا نحب العصار شبيك حاشم يا احمد نحب العصار نحب العصار نحب العصار هنا شوف المؤسسات وشوف التسيير اذا كي ما تكونش انسان حازم وديكتاتور وقوي ما تمشيش لأمور للأسف الشديد هذي في الثقافتنا معنا نتجة ترك ومتعدي خايدو اسمعك انتي ملاوية ناي بو سليم اليوم باش نقيمه المنتخب نحقيه على اربع اليوم ماتشويت مبعد اربع ماتشويت في في البول متاعنا اليوم الحقيقة مردود المنتخب سوف نقوله اقل من المتواسط اليوم جي جي تشوف بالافور الفرق الاخرين لزير المغرب مصر تشوف هما متصدرين الترتيب باثناش واثناش واثناش النقطة و... المغرب تحتوي على مقابلة ودية لهن المغرب خاطرهابها بطلعاتها يمكنتشحة قلتك المغرب معناه ما عندش بريسيون معنا تلعبها وبطلع هيا تبعاتها يمكنتشف بطلعاتها معاك اي معاك من كي تشوف احنا نقارنوا برويحنا بالفرق العربي شوفهم هما وين اليوم في سيوركات ماج تلقى تزير رابحة أربعة ما تشويط على الأربعة مصر كيف كيف تزير كيف كيف اليوم المنتخب متاعنا نتونسي بعد أربعة مقابلات نلقاوه سبع نقاط قابلة ثلاثة أهداف ومعنطا مماركي أربعة أهداف معنطا يظل حاصيلة ضعيفة ياسر يظل يكونوا آآ نقطة نقطة استفهم للمهاجمين متاعنا الحقيقة اليوم مردود المنتخب كي رينا فيهم العجيب بعد أربعة مات شويط رينا آآ ناس كل تحكي على قلة الانضباط في المنتخب مفهمش تركيز وكأن الكورة التونسية معنطا الحقيقة وليت معنطا دار ما غير مالي آآ ممكن اليوم كي تقول لي ريزولتات صح معنطا الساريف لإخسارة صحيح معنطا ما نتقبل حتى حد ما على المجمل كي نلقاوه معنطا الملعبية يظل يذهنيا كل واحد يحب يجي يلعب الروح والمنتخب حاصيلتنا كما كي الوارح بين سير مد احنا استنينا نكونوا تغييرات برشا معنطا بش تتبدل على بارابور الماتش لاليلي في رادس مرينا كان اليوم تتلحها بالرمضان يتلحها محمد علي بالرمضان ويتلحها يظل يفرجيني سيسي اللي كانوا في لاليه معنطا راجعت حانا باع للمجبري واللياس السخير مريناش تغييرات كبيرة على المجمل اللي نقول اليوم على حسب المرة المردود المنتخب صحيح نقطة اليوم تخليك مزيد لك سيق واحدة للترشح ماذا يكون لي قديم مرادة لازمنا انتصار تلافي نقاطها بيسير ما على المجمل احنا كنا خسرين وكي تعاود ترجع في المقابلة معتا تزيت اخو معتا نقطة في دي بلاس مو يظهر لي حاجة بايا ما يتبقى كي ما قلت لك مردود كارثي للمنتخب لازم مراجعة برشا كلمات اليوم حاجة بايا في المباراة ذا يسليم يظهر لي حانباع المجبري اللي راجعت اك الروح اللي فيه نعرفو كان غايب على المنتخب عدا مباراة الحقيقة اللي كي ما نقولو حاجة تطمن اللي كونه حانباع المجبري بش يعود يرجع كل فورما اللي حاشتنا بيها بيها حاجة ذا يلي كونه كنت تحسيب اليوم في المباراة اللي كونه راجعت فورما تحانباع المجبري باي انت حكيت استير البارح على الماتش بصلك على حاجة اخرى حتى تماشيا مع الكلام اللي قالوا احمد وشوية مرويين حكي على حانباع المجبري التدوين اللي عملها حانباع البارح اللي حكينا عليها افارت شوية جدل بخصوص الظروف متع المنتخب حسب موقع العربي الجديد فانه تواصل مع مقربين من حانباع المجبري واكد له انه الظروف اللي يحكي عليها حانباع اللي هي مثلا يقول لك الميدان التدريب اللي دربوا فيه كان ميدان سيء جدا احساسي عاملهم في زويتن كان خايف برشة تيران في رحلة العودة بتاع حانباع المعنى من 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 كوديفور بش يمشي للندن وين يلعب معناها حبي قصولوا فول دي ريكت من 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 كوديفور للندن باعتبار انه امكانيات المادية والازمة المالية في الجامعة التلسية ما نجموش وفروا هذا طلبوا منه انه يرجع معاهم التونس في الطائرة الخاصة اللي وصلت وبعد يمشي الباريس وبعد يمشي للندن حاجات من نوع هيدا تقريبا قلقوا شوية لبناعبي في ظل الازمة المالية والفراغ واللي حكي عليه شوية احمد طو معنتهم لعبي بش يعمل تونيس كارتاج باريس لندن تقلقوا وصار فيه ومرقدش في الليل هي من الكوديفور معنا نعبش نحسبوها كمان كوديفور في فول طائرة خاصة مفرهد اللهم صلي عني بي هوا لعبوا الكورة ويعرفوا ظروف قبل يمشيوا باللاثناش ساعة في الطائرة وباللاثناش ساعة ويربحوا يروح شوف هذا يا خان هذا راحة قالت مسحورة هذا يسمحوني في العبارة كلام فارغ ما عنده حتى معنا سيدي كي قلت هالك البارح كي سكس كوز سكوز هذو ما يلوجو فيه اعضار واهي تاو اذا كلام تنتي رواحت في الطائرة خاصة راقت ما عندكش قلق عبارة ما عندها في بيت نوم انتي راقت سانكهور دو فول ولا كاترهور دو فول ديريكت راواحت خذيت الطائرة مشيتم موش هذك او هوا سمحني واتدرب في زويتنا هوا لعب ماتش بعد الماتش ديريكت مشي للمطار من المطار ما عندها يمشي لفرنسا وبعد يمشي للندن وبعد شاعب ماتش اخر ما جامعيته بشتفهم بشتفهم اللي كلام فارغ هما اللي يحكي عليه الظروفة ذا بعد المبارات ما هيش قبل المروح متاعه بعد المبارات ما عملتو ضونك الظروف متاع المروح بعد المبارات هذ انتي فاش مشيت انتي جيت لتونس مع المنتخب ومشيت في طائرة خاصة شنو يعملو لك يعملو لك ساروخ وميدان التدريب ميدان التدريب ظهر لي زويتن ما كانش ومبلي وما كانش سانسيرو عمناول والت عمناول ترانيو فيه حالة الميدين عندها خمسة سنين وستة سنين وسبعة سنين هذه ما هوش جديد بالنسبة لنا هكي ربحوا الماتشوية تزوزلوا لانينش بهم ما حكاوش على حالة الميدان اللي هي نفسها شوف هذا يا كلام فارغ أنا قلت هالك البارح ونعاود هالك إذا كان بشي حاول ويبحثونا على هالحكايات ويبحثونا على غياب التسيير ويبحثونا على غياب اندرشنو هذه كله كلام فارغ ثم مشكل في المنتخب كليكات متاع ملاعبية ثم ملاعبية رفضة فوضي البنزارتي فوضي البنزارتي ما هوش فوضي البنزارتي متاع عشرة سنين لتالي ما هوش شادد الجروب بيد من حديد ثم أمرو متجاوزته هذه الحقيقة حنبعل علاش لعب حنبعل كان في الله ليه مخسرناش مايلعبش اللي هو طوي يتكلم كان في الله ليه مخسرناش حنبعل مايلعبش شوف ثم البارح نسمع في حصة في راديو واخر قال لك ليه المساكني يلزمو يلعب على خاطر ما شكون يعوضو تيتاو هذا كلام ما انت هتحط ملاعبي ما عادش قادر بدنيا انه يعطيك تسعين دقيقة خاطر ما شكون يعوضو العشوري علاش مش قاعد يجي اللي كيب ناسيونال شلي مشكلت العشوري هي علاش 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 مش رفض ذكاك على خاطر قالولو راك تسعى الورم بلاسان دمساكني تبو با جوي تيتولار قالوا هالو في المنتخب قالوا هالو اسلام لا نعطيك معلومة ماول ما جالس بالامنات نجمش تقوله أنا ملاعبية قالوا هالي باي ملاعبية قالوا هالو قالوا لورك تسعى تسعى خاطر ثم موازين قوى على خاطر ثم الوبيات تحكم في المنتخب ثم سايدا بلاي لحظة بركة فما جوارات راو من برا يجيو عارفينوا الوحة مش يقعدوا على البنك لانه فما جوارات مالورزمو متاع نحنا يجيوا لهنا للمنتخب جايين يا إما مش يلعبوا وإلا ما تعايت ليش أو من الآخر أنا هنا قلت إذا كتولي هام المصدر وكالمصادر كيم أنت يسوح في عندك مصادرك إحنا إحنا أولاد الكورة أولاد الدومين عندي أصحابي رياضيين عندي كورجية عندي مدربين عندي مسؤولين أنا قلت لك تارك خاطة خاطة فاما شكوني نكمل جملة فقط وتكلم خاطة فاما شكوني يشوف معدها كلمة تقالت على الفيسبوك ولا باش هبت على الفيسبوك لا 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 يجي يعود هالك ملاحظ لا 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 تدخيلنا نجي وبيش نحكيو كلمة في الفيسبوك ما إحنا مانش شوف مانشنا تي ثامة كلام يا إسلام مانش موش نقولوه وانتي تعرف وانا نارف وحنا لحكي رايم ثامة كلام مانش موش نقولوه رايو علي قاعد صاير رايو على الديسيبلين وفي الوتلة في الوثيل والقام بيديو عادي حتى في عهد وزيع رايو كان يصير وضحا لابد ما كانوش البارح البيارح هنا في الوف في اللوف اللي هنا كان معنا كان معنا شهاب الليلي. احنا الحكاية صار في الفتور. معاكل ما كانش تشير معاودي. اوكي نمشي معاك. لحكي لك حكاية. شوف. رأوا لنذبات. شوف. مهما. انا لعبنا شوية مش برش. طارق. ثمانين بالمية لنذبات مهما يكون. ما تنجمش تعمل لنذبات مية بالمية. خاصة مع الجوارات. رأوا بتعطونس. عامش نكرم مكان حش. تعقل بلمساكني. اي. ما صارت فازة وتعقل. الفرجاني وتعقل. سماتني انا شغلت لك. الانذبات. مع الجوارات. ما تنجمش تعملوا مية بالمية. تعملوا ثمانين بالمية. معاك. نمشي معاك. تعرف. ديما العشرين بالمية. سمعتش قلت انتي. صحي. ثمانين في المية. اهلا. طوى الانذبات ثلاثة في المية. اهلا. اهلا. خانحكي لك بربي كا. ثم مرة منتخب. وقتا يريني فيه اه. اسمه توني بيتشيز. اه الاخر. كاسبر زيك. كاسبر زيك. فرض الانذبات. تذكر اللي كي بتاع كاسبر زيك. انا كنت حاضر. ستة وتسعين ولا مرة ثانية. ستة وتسعين. ستة وتسعين. لولا. ثانية. انا كنت حاضره مع واحد من الملعبية. مشيت. مشيت طلع المنتخب ومشيت. معانتها نحكي مع الملعبي على موضوع يهمه في مستقبل الكوروي. ثم ملعبي اخر من الاساسيين هابط في الدروج. شاف اه كاسبر زيك. رجع يجري. بعد انا قتلوا شبيك. قال لي ما نيش لابس المريول متاع الجروب. كان يشوفوا كاسبر زيكي عاقب. شوفوا نص. توا قتلك البارح انتي حاضر. وشيهاب شفتوا وشنو حكي لنا معانتها على البتداش. تياش تحكي يا رجل. ليه ليه جلس باركة طارق. ايج اكلمك. كل واحد يخو حقه راو. ان شاء الله رب يفرج عليه وادية. مشيت الاستاجي كيب ناسيونال الخوي الغالي. وينه وينك يمليعبي. مع اي معودي الجريه. راو كي نقول لك. اقسموا بالله العظيم. نفس ما تسمعوش في الوديل. كلمة حق في الرجل اذي. راو تلاش معانته هنا كيرام ماتشي كيب ناسيونال. عبيت تضحك في البنك. والاخر شين تليفون. تقيقة بركة. تقيقة بركة. تقيقة بركة. راو كليت. ماتش. سيو تو ماتش راو. اي كيلكو سوا ماتش. راو العينيين تبدأ تظهر لها من الفستير راك بشترب احمد شوك را. لحين انت حمار وما فاهمش تفادليك. اليوم كي نحكيو علي كيب ناسيونال. كي تسمع اليوم انتي كي. ساعة تعاية الجوور يقول لك ولا يك اذي راو يكادري للملعبية. هكي قوليه. اليوم شكو الكابيتان. دول كل تحسين كينا كنا ابتال افريقيا في عهد ويدية. ما يش ابتال فما يماش فما يماش. او معنا في نقطة انهم يحكيو من زاوية معين. يباهمش يحكيو في حكايات اه اونجينير فمسة اسلام. او معنا حتى حد بش يجيب لك كوب دافريق. وما نش بمقادرين بالمجموعة الذية بش نوصوا نهزوا كوب دافريق. خلنقوله بصراحة. ما فما ايماج متعموتها خب. فما اليوم كي نحكيه ومحشي مش كوب دافريق انا اليوم. اخسر وتبدأ عينيك ظهرة من الفستير. انا ساعات كي نبدأ. الحمشة كي تضحك وتفديك انا مضابي يومي منعرفيش في التيران. سوف ماروامش لي. ايش اكل بقيق برمي متقصش علي. اليوم في اليكيب ناسيونال. اشكونوا الكابيتان. ما ويوسف لمساكني اليوم فما عبيد تقلك. يا اخوي او لا ويوسف لازم يكون في المنطة خب كدرير وجواريت تحترم وكذا كذا. يوين والاحتيران. مؤثر. انا مؤثر. يفهم انا مؤثر. انا نعرف الشي اللي قاعد يساير في الوتيل وفي استاجات. ويزين بلوق تاذي لازمنا نجيبوه كابيتان والاخر ليدور. والاخر اق دايماية. ما فهميش. ما فهميش عكا تاذي. واحنا نحكيه عالم لعبية طالع في الونيفو. دفجين البعصي عما يعاونش مساكني مفهان. يودي منحكيش كو رويا اليوم نحكي على كوتين ديسبليل. ما كم اليوم. ما كم اليوم. ما كم اليوم كي تحكيه نعايته لازمنا واحد كادرر وكي ما سارت مع البالبولي البالبولي لحقيقة. ولا شخصيا نعرفه. كن فهمي الاحترام في الوتيل. ليدور رو بالبول. سحيت. الى اليوم خويا فهمي يماجرينيها. على غرامك في الظحك. نرم الموتي فهمي ماذا ما يضحوش على البانكه يا خيش. اسمعني 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 يا سنيم يجي اكلمك واحد اسمعني. ما تشكي تدخل كيران الحقيقة ايماجريتها. خالد. راني يا اسم شو مش نحكي لك اليوم. فهمت ميليوم كي نحكيه اسمع. هاو كدور بالكيشف. في الكيب ناسيونال. لا تقولي كابيتان يحكم للي دور. هاو كمليماج اللي تشوفنيها بتاع البنك. فما حتى كابيتان اليوم في الكيب ناسيونال. ويزيونه مكا لغة جيبنيه كدرور وهو كابيتان ويحكم. دارة من الماتشة اذي عارفين شون قاعد ساير في الوتير. محمد الله سلام بحاجة بركة عن الاجيزة هذي في معناتها متفاعلة مع مروين. ارى وشوفت الديسبلين مشكال غحنا جوارات ولعبنا وشوفنا. راهو اذا يبدل مدرب عارف مدرب مش يمشي. وعارف هيئة مش تمشي. دونك بنا بنا ديسبلين تطالبها من انتي باش يعملو لك ديسبلين. مدرب مش يمشي. تي ناس تسمع وناس تخي جوارات وين عايشين جوارات. جوارات وين عايشين. دونك معناتها رانا نحكي اذا هذي هيئة تسئرية. انا عارف سيخلي المسؤول علي عارف ومش عادي من داو ماشي على روح. كيفاش انا مش نحترب. كيفاش انا مش ننضبط. كيفاش انا مش ننضبط مع الممرن ونسبة كبيرة. اخي يحب تحب ولا تكره يسمعوا. يسمعوا حتى من اللي تشوف انتي الوسائل اللي عليهم ولا من الواح. خلي يا احمد اعطاش رأيه في الموضوع متاع حنابعل خستان. حنابعل مجري بصراحة ما اتاو حنابعل ردة فعل مشينا. امرك ما تصير انتي ملاعبة بروفسيونال تعمل المدربة متاعك. ولو اني اللوم زادة في نفس الوقت فوز البنزرتي عارش تمس فيه الملاعبة من اساسه. عندك تعليمات مش تعطيه له وعطيه له شي فهي. الفوز تبيعت الناس كل لك انا اكوا. ايه تبيعتك خليها الكونتكستر وتغير. لك تحكي علي كيب ناسيونال وتتعامل مع دي جوار بروفسيونال. هكي ردت الفعل. اردت الفعل انا ارا فوز البنزرتي بصراحة. تاريخ وانجازات والالقاب اللي خذها في كورة القدم التونسية. اشنك روحوا المرة هذية في رجعته لكيب ناسيونال. ارجع في توقيت خطأ. بصراحة فوز البنزرتي يعني استنفد رصيده. يا احمد فم عبيد فم عبيد رايش تقول. لا مصحيد. انا موضع. فوز البنزرتي قلت عمنيو البطل تونس. للاسف الشديد. اليوم واستنفد رصيده. للاسف الشديد. خلي خلية فوز البنزرتي. توقيت. خسرته والتوقيت. خسرته من رصيده. عليش احمد عليها. من الاحترام. هيك تشوف الشير فيه مدرب معنطة يتم التعامل معها بالطريقة ذي المشينة. معنطة قدامت في التلفزة في الديريكت من ملاعبي عمره 18 سنة. فوز البنزرتي وبريستيجه وقدره واحترامه وكرييره. عليها رجالة لكيب ناسيونال بعد ما خرجت منها بالطريقة المشينة. يرذيو فيه. ليه انا انا. ماذا سيوضيف. ماذا سيوضيف المنتخب الوطني ليا رصيد فوز البنزرتي. وقت اتخذها في الظروف هذه. خذيتها في ظروف سيئة للغاية. يا احمد. يا احمد. يا احمد. يا احمد. يا احمد. فما مدربينها. ليه ليه ليه. اذي شواء في الوقت. فوز البنزرتي حتى حد لا يشوق في قيمة وكيمة ثلاثة. احنا ما نشح شيء. احمد شو ما سلك جوز تميس اش. اليوم المدرب ظاهر. بعد ظاهرك كيفيش نحاوه في الكلمة سنائمة وديع جريق. قالوا للمنعبية هاكو هاكو محبتوش. اليوم كي تاريخ فوز البنزرتي. هز القاب مع في رقمتي عنا في معتها في تونس سيوى في المغرب في سيوى في تونس. نحكيو على مدرب اذي يتمنى يحب ياخو المنتخب في 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 الفينت كاريير متاعو. ماينا مايش معاها. ها بش المنتخب في فترة. في خايبة برشة. عدا نخرجينا بقدري. صحيح. عليه نسخلنا يا مروي. ما تطعب يتلوش كي ما تقول الملعبية هاول عتيك باركزومبل الملعبية. باه يا اخي الملعبية اليوم عليش تاوى قاعدة. خلينا من الملعبية. عليش الملعبية قاعدة في المنتخب. اسائل التاريخي متاعو. اسائل التاريخي بتاريخه. مرويان خلنا وصل معك في الجملة اللي قلت على هنا. قلت آآ نخرج بقدري. باه حسب المعلومات اللي مصادرنا معتها وصلتنا مؤكدة مية بالمية. فوز البنزارتي طلب من كمال يدير انه يخرج. هذي ما فهميش منها. هذي قلت لك مؤكدة مية مية. هاني يقول لك هذي طال عليش همش قلت. طوان نقول لك مؤكدة. هاتينا عارفة بش صير الحكاية هذي كمال يدير بش يحب يخليه باية. هذي طال عليش غوية غالية ها? تزمك فمياش تقول لك سيب اللي يمشي. هذي يبشي بعد لبريسيو عاللانترونير. هذي كونه. هذي كلمك هذي تخرج دعاية لفوز البنزارتي. هذي مؤكدة. هذي كلمك مياش مؤكدة. هذي مؤكدة. هذي اقول لك قرية لحسابا بعد الماتش هذي عارفوا السيناري وش نبش يسير اخي نجوه. هذي تخرج لحكاية للمدرب يحب يستقيل. واليوم كمال يدير قالوا لي. بش يبعد هاو سي فوزي كيفاش هكا هكا. سي فوزي يخد ما نروح كل يوم. انت كيف مش نجيب خليب فوزي بنزارتي اليوم. عندك فلوس اليوم تجيب المدرب اجنبي. هاو نحكي بصراحة. هذي يبشي بعد ولي بريسيو. كما ملاحبيها مش حقيق لكم. بريسيو على حساب ديما المسلحة العامة. عليش ديما ان ياخدوا قرارات معناة ان نسيكوا بها المسلحة عام. مش تضع بعض الضغوطات على فوزي بنزارتي. انا بالنسبة لسيد سيد فوزي بنزارتي احتراما لتاريخه. انا لو ما كانوا روح لتونس ديركت ما اقدم استقالتي. ما نسنى حتى. هاو قدمها. اي ليه تي بو ما نعرشة نيزبنا انهم نشوفوا. تي ليه تترفض عليش تترفض. ما عادكم الثقة في المنزل امتاعي. لا 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 لا. حاشدكم ما عادكم الثقة امانا. اي لو قدمها فوزي بنزارتي. ورفضها سيد كامال يدير. يا خيبة المسعة. راوي يزبنا انقدموا ديما المسلحة العام على المسلحة الشخصية الشخصية. اربع مقابلات عملان فوزي في استاج بجمعتين. قلوا جمعة الماتش اللي في دو جمعة الماتش اللي في دو جمعة الماتش هذي. النجم قيم ومدرب معناها. سيد نرمال تنجم تقيم. انتي مدرب في جيستيون. في جمعتين. في هربعون الخمسة ما تشوي تنعب. ابر فوزي بنزارتي يراه. قلتك اللاجي ديلا في كفاءته. من نجم مش تناقشوا في المسألة دي. اما انتي ركزة مش مربوطة بكفاءتك انتي. فما ظرف عام تخدم فيه. فما امبيونس تخدم فيه. فما جو عام تخدم فيه. فوزي بنزارتي جاء في الوقت الخطأ. نحكي لك حاجة. كأنه معنا انت حاب يعمل كيمال روفانش. كيمال روفانش خاطر طول عمره وكان محروم منتخب. ومنخداش فرصة كاملة. خدير فرصة وتوا في وقت خايب على الاخر. واقع. وتنجم لكيب ناس هنا مترشحش كيزة فريقي وعادي يراه. مم. لي لي مش نترشحوا يا احمد يا احمد مش نترشحوا. يا ودي تاني دعم تربح جمبيا في تونس. مش دعم تربح جمبيا. ما حاجة اني. ما نكلمش مع بعضنا ما يويني قحبيت طلب تكلمة. صلاح. انا جوز بارشة بارك بقدرة ربي وانا سيكويا سور انا نعطيك يا احمد ميل برصان مش نترشحوا مش شاء الله باذن الله. نحن واحد. اما الحاجة اللي ما يشبه. كنت كنت تصور بش تخسر مع معا جوزر من عشنة. حتولي يسيوني يسيوني مكة الانية متعكمة الدخمة كويسة. ما زيل ما تشغم بيا. ما زيل ما تشغم بيا بكورة جبوزور منو ما بعضهم. ما تكلموش مع بعضهم. ما تكلموش مع بعضهم. دينا ديما عن نحنا و الله إيشي لك تزاد المنتخب. كورت القدم التونسية لبلاتويت. نعطيك بلاتويت متاع انتباعية متاع ما نرش تحريل في شنو نحلو اذريني ياسر بكورة القدمة التونسية خاصة بالمنتخب فقط نكمل مطالق في الموضوع هذا يا مسما نعم شوف احنا منتخب راني واقعي من الاخير نعطيك اللي يحكي لي طوال احنا على فوز البنزارة فوز المزارة ما اختار الوقت الخاطئ باش يشد فيه المنتخب وشوفنا نعود ونرجعه نفسه انا بالنسب ليانا اراه اللي كمال يدير تسعين بالمئة هو اللي يتحمل المسؤولي لانو كان جاء اتخاذ القرارات وحط الناس المناسبة في المكان المناسب فيش يتحمس اوليك بتبع انت كتتتخذ القرارات بش تحط مدرب على انا اساس نحية النفط وحطيت فوزي على انا اساس اه معنتها كتحط الانذباط رو يفرضوا رئيس الجامعة هو فوزي حطوا وصف جليل حطوا وصف جليل ومبعد انت تخليت على فلان وخليت فلان في عهد وصف جليل ايه فرغض على الجامعة سيد وزيد فوزي بازلت تفرض على الفي ديراس يوم ما كانش شوان بتعملولين انا نقول لك شفت همهما الكل اللي كانوا مخالفين ويعنتها وديع كل واحد جاء شاد بوست فوزي خطره تظلم مثلا نقوله في عهد وديع تفضل شاد بوست اه ناجي جويني كان معارض مع وديع اختلف في تفضل شاد بوست فلان فلاني كان ما يعارض وديع وكذا تعالى شاد بوست هي لكن اسكو هو في الوقت المناسب ولا اسكو مش نحكي على الكمبيتونس راه ينجمو كونو ديكمبيتونس لكن الوقت اللي يختاروه توا معنى يا فاعتي بلكن فوزي مش الوقت المناسب مش الوقت المناسب وقت خذي المنتخب بس ما تحدى نقال لك لما ذي الناس الكل كانت مباركة ما خاطر عرفتس عليش خاطر هوم احنا نمشيو بش يسكتوا الرأي العام الرأي العام بالاجمع عن الناس الكلها دي هو حتى من مقارنة ما بين النفطي وما بين الفوزي الناس الكلها مشيت للفوزي خاطر الناس شوف تحكي ما دي المسل يحب تحفظ تسعين بالمئة ترينينا عند فوزي وشوفتهم المدربين توا واللي يترينيه واللي يترينيه وكل عند فوزي دونك الناس الكلها ماشي اللي تزافه وفوزي بتاريخه ومعنى ديما بتاع العلقاب وتترويات وكذا كل شي دونك الناس الكل حابت عبارة تكريم ليه لكن الوقت كان خايب برشرة مازلنا بش نحكيه بعد شوية فقية الموضي على في حساتنا اليوم نشوف فاصل الموزيكة وبعد مكملين